انتهى لقاء الزهاب بخسارة الاهلي امام موليدي سانداونز بهدف مقابل لا شيء ولكن لسه الاماني ممكنة لقاء العودة يوم الاربع اللي جاي بازن الله ساعة 8 على استاد القاهرة الدولي حتى الان في بنامك في كتفك ياهلي بالتأكيد لسه مستمرين في تخطيط اخبار الاهلي في بطولة الدور الافريقي ومن خلال منصتي يلا كورا وجيالسي النهاردة عندنا كلام مهم جدا عن لقاء الزهاب وقبل ساعات من لقاء العودة كريم مساء الفل السلام عليكم يا محمد وستلام عليكم كل متابعي في كتفك ياهلي مع جاي لسي اكيد اللي مزعى للناس اكتر من النتيجة هو الاداء اداء كان فيه مشاكل كبيرة والارقام بتقول ان النادي الاهلي ما كانش في يومه ودائما زي ما كانت حمل علاماتش سانداونز ساعة 3 العصر بدأ يبقى عالف لواء ايه استنبا بنتكلم عليها كل سنة نادي الاهلي للسنة الثالثة على التوالي ما بينجحش في الانتصار على سانداونز المرات الخمسة احنا نقلنا زهابه ايه بالسنة اللي فاتت الاهلي محققش الانتصار ولا زهابه ايه بالسنة اللي قابليها وبصراحة عن مستوى الشخصي اللي مضايق ان انا بدأت الحيث ان مكوينة بدأ يعرف ازاي يلعب الاهلي يعني بدأ فعلا متحكم في الامور وفي مبادئ بيلعب عليها وازاي بيقدر ان هو يستغلها واحدة مسلا مسلا من النقط اللي مكوينة بدأ يبقى مركز عليها جدا 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 في مواجهة الاهلي هوية التحديد في خصوصه في بريتوريا وانس ان انت الهاجمة معك مع سانداونز اول ما الاهلي يقطع منك الكورة او الكورة تروح منك عايزك تشوف الدبل برس اللي كان بيتعامل على لعب نادي الاهلي في خط التمنتاشر احنا عندنا رقم سلبي للغاية الشهوط الاول وصل الاستحواز لسانداونز وصل الاستحواز لسانداونز ستة وسبعين في المية لاربعة وعشرين في المية النادي الاهلي وده امر اصلا احنا مش معطدين عليكم ان يعني ده معطاد الاهلي هو اللي بيعمل الارقام دي كمان الاهلي اصلا لابوا لابا استحواز لك انت تخلال سانداونز مبارح عمل ضعف آآ بساط النادي الاهلي ماتش مبارح ده في حاجات في دروس كتير قوي لمارسيل كولر انه يعرف فعلا ان المنافس بتاعه الاساسي في القارة الافريقية هو سانداونز سانداونز بيتطور بصراحة بشكل كبير جدا ولكن تتخيل حتى اللعيب اللي دخلت مع سانداونز اللي احنا شفناهم من ديتا ولعب الارجنتينة احنا لعيب برازيلي اللي هم اجابوه جديد ما شفنوش هم مصاب بس من ديتا شفنا اللعب الارجنتيني مبارح والتطور اللي فيه آلاندي لعب تشيلي والتوظيف الجديد اللي عامله مكوينة لزواني في مركز المهاجم الوهمي كل الامور دي بتعرفك ازاي سانداونز فعلا كل سنة بيتطور بيتطور عن ساعة اللي قبليه كل امان والانسجام بيزيل في حوالي ستين او او سبعين في المئة من اللعيبة ميكملين نفس الاسماء كيكانة وزواني و مكوينة و مديبة الاسماء دي احنا خلاص اعتدنا على سمحة كل سنة طب دول خلي بالك بيلعموا عبعض بقالهم كيكان سنة فالانسجام بيزيدوا والخبرة بتاعتهم ولسه كمان احنا خلي بالك احنا يوم للاربع في موقع العودة هيرجع شالويلي يعني لسه عندك شالويلي و مورينا ولوكاس روبيرتو هو انا في وجهة نظري اخطر واحد فيه شالويلي بصع ارقامه السنة دي هتلاقي ان هو لعب اتناشر مباراة احرز عشر عشر اهداف رقب كبير جدا ففعلا احنا انا انا بحب دايما الاهلي لما بيخوض تجربة سيئة يتعلم منها هاي الفكرة في حياتي كل ما بيروح بليتوريا بنا بنشوف سيناريو واحد طب هل هو عامل نفس يا كريم يعني انت في الفين وتسعتاشر خمسة سفر نعم عشرين عشرين كانت الحالة الاستثنائية لفايلر نعم عرف التعامل مع صندوز تعادل واحد واحد عشرين واحد وعشرين خسارة زهاب ايام واحد سفر واحد سفر نعم عشرين اتنين وعشرين اتعدلت في القاهرة سادي السلامي اتنين اتنين واخسرت هناك خمسة اتنين. ايه. فانت على مدار خمس سنين المباراة الاخيرة كمان واحد سفر. على مدار خمس سنين كل مبارايتك هناك خسارة مع عدم مباراة واحدة كانت عادل ايجابي. لا وفي تعادل تاني بتاع موسيمين اعطاك واحد واحد. لو المباراة اللي ياسر ابراهيم حط فيها الهدف بالهد. اه وكان فيه مباراة مع ياسر ابراهيم بزبط كده. بتاع بتاعات موسيمين. بالضبط. بس في الاخر اللي انت قلت وده بالضبط هو. عامل نفسي. هو فيه تلخيص طبعا. واحد طبعا طبعا. اساس اللي احنا اتكلمنا عليه. الاهلي فعلا ما بيعرفش لعب ساندون ساعة العصر. خلان نكون موضحين. عشان تلاعب تاعة العصر دي لازم اول حاجة تسافر قبل الماتش بربعة ايام. عشان نكون نسرحة مع بعض. ما نفعش تسافر زي اللعيف في الملعب. اللعيف في الملعب هو اللي حاسس بالمشكلة. انت بتفرج على التليفزيون بتقول ليه اللعبة وحشة كده. انت بتقيم هم فني بس. لا انت مش عايف هم ليه وحشين كده. فيه اسباب كتيرة بتخلينا نوصل للحالة دي. تاني حاجة احنا برضو فعلا بان الجيد احنا فعلا بعد ديئة ستين الموضوع وسع قوي. يعني انت خلي بالك اصلا فيه مشكلة في اسلوب اللعب. احنا نعرفش لعب ساندون. ساندون بسرعة جدا. اللعبة بتتعمد تختارك من العمق. يشوف انت العمق ده بمفروض اصعب حاجة. اصعب ما كان تختارك منه. زحمة. زحمة. يعني زحمة. فعلا طول اي حال يقول لك ايه تب روح على الطرف. ساندونز يقول لك لا انا بختارك من العمق. واللي يعني واللي يستفزك اكتر. ان ساندونز مبارح كان بيلعبنا كرات طولية كده. مع انه مثلا سيرينو اصير. زواني اصير. اه. الاندي حتى اصير. اللعبة دي كلها. اه. اللعبة دي كلها سيارة. ومع ذلك كانوا بيع يتعمدوا يعملوا تركاية كده بسيطة. ويسقطوا الكرة من وراء عبدالمنع مرام الربيع وكان حدا بينجاحوا فيها. العاية تقول لها محمد لا احنا عندنا مشكلة فيه التعامل مع ساندونز في بريتوريا. ما اطش القرية ده حط احنا نتكلم ان نحطه على جنب. لكن ماتش بريتوريا هو ده اللي مزعل الواحد. ان احنا الماتش ده شوفنا قبل كده كتير. كنا محتاجين واحد نحط بقى واحد. احنا مجبرين طبعا عشان الاجندة طاعت البطولة دي. اه. فاحنا كنا محتاجين نشوف نتعامل ازاي ده. واحدة من التعامل مسلا من النقطة الفنية كنت ممكن التعامل منها ما يفعش تده بقافش. واحدة من النقطة كابوك انت تساعد بيها انك ننزل كوكا مع مروان عطية وديانج وتقفل نص مرعبك. ليه? بكل امان. انت مش تقدر تلعب راس براس مع ساندونز. هو قاعد في بلده. ما سافرش عشر ساعات. مش تعبان. مش مجهد. لعب برضو يعني مباراة لحد ما سهلة شوية قدام بيترا قتلكه في العودة. ما كانش فيها عصبية. انت لعب مباراة عصبية جدا 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 قدام سيمبا. ما حسمتش تقاهلك فيها غير في الثواني الاخيرة من المباراة. خلصت الملش حضرت شنطك وحضرت حاجتك. وسافرت يوم الخميس بالليل عشر ساعات خدت القارة من شمالها لجنوبها. رحت هناك اتمرنت وبدأت يعني ما فيه انت مش فهم نفسك. فانا انا كنت حابب ان الامور دي تتحط في الحزبان من الجهاز الفني. عشان حاجة واحدة. مش والله مش الهزيمة. انت كده كده معرض انت تغسق مش قزمة خالص. عشان الشكل وعشان الارقام. الارقام اللي بتبين لك انت اتطورت لف ادائك قدام سانداون سبريتوريا ولا لأ. اشوف انت هتجيب الارقام وهتجيب الحالات كلها من المباراة هتليه هي نفس. بس انت مش ملاحظ حاجة. اخر ماتش الكولر مع سانداوز ماتش خمسة اتنين كان فيه ايجابية. اي. اكتر من ماتش مبارح. مع خالي بقى برضو. اه. ماتش الخمسة اتنين ده. كنا مسافرين. يعني حالنا حالنا البدني كان كويس على فكر. كنت نسابل الارقام. اه. اه. كنا مسافرين قبلها. لعبت الاتحادس كان داري وسافرت. احنا لعبنا الاتحادس كانت تلات. اه اه. كان ماتش كان. كان ماتش الاربع. لعبت وطلعت عالمطار سافرت. اتمرنت هناك خميس جمع. طيب. طبعا. الكل ببراة ظروفها. بس تاني خلي بانك برضو سانداونز اتطور عن السنة اللي فاتة. عن ماتش ده. وانت لو يفترض ان انت جيبت لعبة جديدة. بس للعبة جلدة جيبتهم انت مستفدتش منهم. يعني انت مسلا واحد من اللعبة فوجة نظر هيعملوك فرق شديد جدا في المبارات دي مسلا. ما معشور. انت مستغلتوش. حتى صفقة المهاجم الصلاحي انت جيبت مودست مودست. عايز اقول لك لعب تلاتة وعشرين دقيقة لمسي كورة مراحة. لمسي كورة مراحة بس. فبالتالي انت يعني التدعيمات اللي انت آآ عملتها في الصيف. ما قددتش تستفيد منها في مراحة باستثناء ريدا سليم. اه ريدا سليم بصراحة لعيب عنده شخصية ولعيب عنده تواجد في الملعب ولعيب بيقدر فعلا هو مش مخدود. عافيك فيه لعيبك مخدود اصلا ماتش. زي. احساسي يعني آآ محمد هانيك مازال مخدود في نوعات المباريات دي. وده اكبر دليل لصحة كلامك نزل اقرم توفيد. مخدود. اه. عايز اقول لك هو مغلطش الغلطة اقدر اقول لك انه ايه يعني يعني ننتقدوا عليه. بس في خضة. في مش عايفة تتلع. مش عايفة تطلع. ما عندكش الحرية بتاعتك في الهجوم. انت بتلعب وانت مش مرتاح. انت خايف انك تغلط. خايف ان تتسبب في حاجة. خايف من السوشيال ميديا. واضحة. واضحة جدا في المباراة. فطبعا كان واضح للمقصد كله مقدرش يستنى عليه. لا ودفع باقرم اللي بعيد بقاله فترة طويلة جدا. صحيح. بالضبط. فاللي عايز اقوله يعني في الاخر. المباراة دي خلصت. مش عايفة تقول بحبابة مباراة هكتشفيه حلو. بمرة. احنا حاليا في بطولة جديدة. ويفترض نحنا راجعين لعشرة ساعات سفر تاني. وهم برضو هيسافروا زينا. تعامل مع مطش الاياب يا محمد لازم يختلف تماما. تماما. لان مكويه ده مدير فني قالك كلمة خطيرة جدا في مؤتمر الصحر. قالك ايه? قالك انا بعرف ازاي اسجل في القاهرة. وقعد يقرر في الجملة دي كتير. واضح ان مكويه بدأ يستقطب اسلوب بيتسو موسيماني لما كان مدير فني سانداونز وكان قبل اي مباراة للعودة يحب ياخد الامور للايه? للشك النفسي. سانداونز فعلا فريق قوي. فريق بيعرف يلاعب الاهلي. على بقية فرق. يعني بدأ تلكو عمل شهوط اول على سانداونز في الواندا. كان ممكن. ومن ضرب الجزاكة كان ممكن يعني يطلع كسبان فرق هدف او هدفين. فلازم نبقى احنا واخدين بالنا ان اسلوبنا الحالي مع سانداونز مبقاش يوجدي. طب ايه الاسلوب بقى اليوجدي مع سانداونز? ان انت فعلا تنزل من في القاهرة. تستخدم ان شاء الله باذن الله باذن الله الحضور الجمهيدي الكبير. وتبدأ فعلا تضغط سانداونز. لازم تقبل لعوة سانداونز ان انا عايز اللعبك لماتش بدلي. تعال نشوف مين اللي ياخده افضل. لازم نقبل التحدي ده. لو ما قابلناهوش خلي بالك. لو ما قابلتهوش دايما الفريق اللي ماسك الكورة النس بتاع بخماسي عارفة. الحريق اللي بيعافوا يباصوا. والبعافوا يتحركوا. وعمر بتاعف تكسبهم. في الخماسي. مستحيل. فالفكرة ببساطة. لو انت ما قلتش لسانداونز ان انا بدنيا جاهز وهضغطك زي ما هتضغطني. وهحط لك الناس مش ترجع. احنا خير باك يا محمد برضو واحد من الاخطاء اللي احنا عملناها مبارح. كنا سابين المساحات. ما حدش وقف قدهم. اه تحضير. انت مش مقلقه. المدافعين بتوع سانداونز بيتقدمه. ما فيش حد واقف عنده. هو ما مش قلقانين. صح. استمام. بنشكر حضراتكم بالتأكيد لحسن المتابعة والمشاهدة. والى اللقاء بازن الله قريبا في حلقات اخرى من برنامج في كاتفك يا اهلي بعد مباراة سانداونز والفترة القادمة. اكده عايب عندنا احداث مهمة جدا بالنسبة للاهلي الدور الافريقي دور ابطال الافريقية. شكرا لحضراتكم والى اللقاء. اشتركوا في القناة